شكرا للمحمد إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهديه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وصلنا إلى الآية الثامنة من صورة الرعد قوله سبحانه وتعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضيض الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الصور المكية من مقاصدها تثبيت وترسيخ وتأكيد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وكذلك توحيد الألوهية توحيد قضية التوحيد والعقيدة فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء ومن علمه الله سبحانه وتعالى الله يعلم ما تحمل كل امرأة كل أنثى حتى الناقة ماذا تحمل هذه الناقة؟ يعلم الله هذه النعجة يعلم الله اللبؤة يعلم الله الفأرة يعلم الله ما تحمل الفأرة الجنية الجنية تكاثرون يعلم الله ما تحمل هذه الجنية الجن والإنس وكذلك الوحش والحيوان يعلم رب العالمين ما تحمل كل أنثى وعلمه ليس مقتصرا فقط على ذكر أو أنثى بل علم الله سبحانه وتعالى شامل تحمل المرأة وتفرح كيف أول علامة بشكل عام انقطاع الدورة المرأة متعودة أن الدورة الشهرية تأتيها مثلا كل سابع الشهر صار سبعة صار ثمانة ما أتتها تروح تسوي تحليل تستبشر حامل طيب يروحون عنده الطبيبة ما بيقوله الطبيب الطبيبة وتفحص ما يجوز روح طبيب يفحصها طبيبة امرأة وتفحص بالسونار ويتشوفون الحمل ويتابعون الحمل بعد تقريبا 12 أسبوع 14 أسبوع يشوفون هذا ذكر ولا أنثى وهذا هو طيب هل يعلمون الطباء وأصحاب الأشعات والسونار هذا الطفل ناقص الخلقة ولا كامل الخلقة ممكن لكن ليس من أن أتأكد عقلة شلون عقلة هل هو فيه مرض نفسي فيه مرض عضوي ما يعلمون هذا الإنسان سيكون شقيا أو سعيدا ما يعلمون أطباء ما يعلمون هذه الأشياء كثير من الأشياء بل أكثر الأشياء جهلونها والمشكلة أن بعض الأطباء يسوي نفسه فاهم كل شيء والله سبحانه وتعالى يقول وما أتيتم من العلم إلا قليلة قبل ممكن خمسة أيام بعد صاحة لعشة وشفت واحد من الأطباء كان مدرسني قبل تقريبا 19 سنة كان مدرسني فطبعا هو أكيد ما عرفني أنا شبهت عليه بس بعدين لما سألنا عن نسبة فطلع هو مدرسني فقام بتكلم وينك وين تروح وين تي أو يعني شو دراستك فالمهم من ضمن الكلام يريد تكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن شنو معناته والسماء والطارق وما أدراك بالطارق النجم الثاقب يقول النجم الثاقب اللامع كما ذكر العلماء من التفاصيل النجم الثاقب اللامع في السماء إذا كان ظلم وخرمس ما في ليتات شنو يصير أنت بالأول إذا رحت البر تشوف النجوم لامعة صح؟ فقعد يعني يبين أن مو هذا تفسير الصح أو مو هذا تفسير وهم الحين اكتشفوا وقام يشرح فقلت لدكتور إحنا أساساً نأخذ التفسير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من السلف أما التفاصيل العلمي هذه نحن غير مطالبين لها إخواني الكرام هل أنا وأنت وأنتي مطلوب مننا أن كل واحد يدرس علم الفلك عشان يفهم القرآن لا خطأ هذا غير مطلوب مننا رب العالمين أنزل القرآن للفلكيين أنزل القرآن للأطباء أنزل القرآن للاقتصاديين أنزل الله صحى هالقرآن للكل فمن الخطأ ومن الجرم والله جريمة أن الإنسان يدعي أن السلف ما فهم القرآن أو كان فهم القرآن فهماً سطحياً بل هذا اعتداء على مقام النبوة عليه الصلاة والسلام لنا شنو لسان حالم يقول ترى النبي عليه الصلاة والسلام ما فهم القرآن ما فهم القرآن صح أعطاهم فهم عادي لفهم العراب إحنا هذا لنبي والله لا نريد أكثر من فهم الصحابة والله ما نحتاج أكثر من فهم الصحابة هل نحتاج لنا واحد يروح يقول لنا ترى تشوفوا الدر وتتكون إلكترون وبروتون عشان يزداد الإيمان إيمانهم كان كالجبال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم إيمانهم كان كالجبال وما تعلموا وما عندهم علم الفلك الحديث ولا الاقتصاد والهندسة طيب عندهم كان مثل ما عندنا حين الآن لا ما عندهم طيب هل نقول لح كان إيمانهم ناقص وكان فهمهم للقرآن ناقص هذا طعن في الصحابة فأخوان الكرام يعني لابد أن نهتم بتفسير السلف للقرآن قال ابن عباس قال ابن مشعود معنى طبعا الترتيب اللي ذكروا علماء تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة تفسير القرآن باللغة العربية هذه الطريقة العلمية الصحيحة ما عندنا نحن شيء في الإسلام تفسير القرآن بالعلوم الحادثة شلون هذا طيب ولي قبل شون يعني ما فهم القرآن فكذلك دكتور نحن نلتزم من فهم الصحابة فهم الصحابة فهم السلف كافي والله يكفي والله يكفي نقرأ تفسير كثير وشوف ماذا قال السدي وماذا قال قتادة وكذا طبعا موسالفة علم الرجال هذا لكن هذا تفسير القرآن بكلام العرب تفسير القرآن بكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام دعا بن عباس اللهم فقهوا في الدين وعلموا التأويل يعني التفسير فيعني أنا أبدا ما أنصحنا الواحد يروح يشتري الكتابة لأعجاز العلمي في القرآن العجاز العلمي في السنة والحق ها والله تشوف من السنة أنه أنت بعد ما تاكل تلعق الأصابع يعني شو تلحس ليش قالك لأنك تشفوا في نزيمات موجودة في الأصابع تساعد على الهض طيب أنا أطبق سنة الله أعفونا أطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام عشان أمر صحي وين الأجر لا بد نحف تساب الأجر أنا أطبق الأمر هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به طبعا فيه ناس ما يحدهموا الكلام احنا ما لنا شغل فيهم لا بد أنك تتبع السنة لأنها سنة طيب إذا ما اكتشفنا ما ندري طيب لا أقل الأصابع شو سبب الطبي من وراء لا أقل الأصابع إذا ما عرفنا شو ما نطبق السنة لا إحنا واحد نطبق لكن ما نكون فاهمين هي مو القضية تفهم وما تفهم قضية هل أنت مؤمن ولا غير مؤمن يجب أن يكون عندك إيمان راسخ بأن كل ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في مصلحتك وكل ما ينهي عن يبعدك عن مفسده وخبائث يا أمر الله سبحانه وتعالى بالطيبات وين على الخبائث فمشكلة والله بعض الأطباء يتفلسف يعني مو معناته عفوا مو معناته أنت طبيب متخرج مسبتك مثلا من فوق التسعين ودار سبع سنين وحاطين قبل اسمك دال زين وتعالج الناس معناته أنت فاهم بالقرآن وفاهم بالسنة وفاهم بالاقتصاد بعض الأطباء تشيري عقلهم أن يتكلم بكل شيء ليش؟ لأن طبيب حبيبي يخلك أنت بحقلك حق للطب إذا أنت درس شيء ثاني يتكلم فيه ما نقول لا تتكلم لكن إذا درست أما أنت طبيب تتكلم في القرآن والسنة من غير بلا علم هذا حرام ما يجوز هذا حرام ما يجوز الله يعلم ما تحمل كل أنت وما تغيظ الأرحام وما تزداد قيل وما تغيظ الأرحام يعني تنقص الأرحام متى؟ إذا سقط الولد إذا سقط السقط سبحان الله ما يكتم الحم يقب أربع سابع الحم ستة سابع شو اللي يصير؟ اطيح المرة فشي صير؟ تغيظ الأرحام تصغر بسبب ماذا؟ بسبب سقوط الولد وما تزداد يعني يكتمل إذا استمرت سبحان الله يتغذى الولد ويبارك الله سبحانه وتعالى فيكبر الحمل بطن المرة يكبر 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 إلى التسعة أشهر تقريبا وتضع حملها فالله سبحانه وتعالى يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد يعلم النقصان والزيادة سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بمقدار البشر سبحان الله الحمل عندهم تسعة أشهر مثلا الفيلة عندهم الحمل يمكن 22 شهر الإحصان أو بعض الحيوانات 14 شهر سبحان الله كل شيء عند الله بمقدار 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 تسعة أشهر النساء تسعة أشهر عامة يمكن سير في حالات هذا ولاد المبكرة لكن بشكل عام تسعة أشهر وكل شيء عنده بمقدار ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالم سبحانه وتعالى عالم الغيب يعني ما غاب عنه والشهادة ما شهدناه والسر عنده علانية احنا بالنسبة لنا لا لا يختلف الشيء اللي أشهده غير الشيء اللي يغيب عني اللي يغيب عني ما علمه لكن رب العالمين ما عنده اسم غيب احنا يغيب عننا شيء بل ويغيب عننا أشياء لكن رب العالمين ما يعزب عنه علمه شيء سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة الكبير سبحانه وتعالى هو الكبير القوي وإحنا في كل صلاة ماذا نقول نقول الله أكبر فلا شيء أكبر من الله والمؤذن ينادي الله أكبر لا شيء أكبر من الله لا دولة فلانية ولا قبيلة علانية ولا قوة اقتصاد ما فيه الله سبحانه وتعالى أكبر قل أي شيء أكبر شهادة قل الله سبحانه وتعالى المتعال فوق جميع خلقه المتعال اسم من أسماء الله وليس من أسماء الله سبحانه وتعالى العال بعض يخلط فيسمي العال عبد العال العال ليس من أسماء الله المتعال من أسماء الله يعني إذا بتسمي عندك المتعال أو الأعلى أو العلي عندها معاني متقاربة عندك العلي الأعلى المتعال لكن العال ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى وإحنا طبعا بالنسبة لأسماء الله لازم نحرص ما نأتي بأي اسم إلا بدليل من القرآن أو سنة ثابتة صحيحة سنة ثابتة صحيحة سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخفي بالليل وسارف بالنهار يعني رب العالمين علمه سواء أنت تستخفي تظهر بالليل سارب ظاهر في النهار ما يفرق إياه سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به تساصر رفيجك بل أكثر من ذلك حتى ما تضمر في نفسك فهو يعلمه الله أنت الحين قاعد في شيء بنفسك والله أنا بعد صالة العشة بروح مكان فلاني بسوي شيء فلاني بنام بقعد بتزوج بشتري ببيع ما تكلمت ما نضقت به لكن في نفسك يعلمه الله يعلمه الله بل ويظهره الله يوم تبلى السرائر يوم القيامة هذه السرائر تظهر أنت إذا شايفه سرك يظهر يوم تبلى السرائر فيقول الله سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب يعني وظاهر في النهار بالنهار أكثر مرة نعيد الحديث الصحيح لما كان فيه ثلاثة نفر كبيرة بطونهم عند الكعبة لكن عقلهم صغيرة فواحد يقول حق الثاني شرائك رب العالمين الله يسمعنا ولا لا فراد عليه الثاني قال لا إذا تكلمنا شوي شوي ما يسمعنا وإذا جهرنا يسمعنا فراد عليه قال اللي يقدر يسمعنا إذا جهرنا يقدر يسمعنا إذا أسررنا جوف شون سبحان الله عندهم الشك والتخبط في قضية أساسية عندنا احنا كمسلمين إن الله يعلم كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كنتم تستطيرون يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارك ولا جلودك ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم يظنون أن الله سبحانه وتعالى ما يعلم يظنون أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الناس سدى همل لا يمرون ولا ينهون ويموت الظالم ولا يقتصمن ويموت المظلوم ولا تردى إليه مظلمته هذا طعم في الله سبحانه وتعالى بل كل إنسان يأخذ حقه يوم القيامة يصير قصاص لذاك النبي عليه الصلاة والسام حدنا هنا الواحد يتبرأ من المظالم في الدنيا أنت ماكل شيء من حلال أخوك أختك كانوا أيتام عندك دير بالك رد لهم فلوسهم الآن ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسام ذكر أنه في الدنيا شون ترد؟ إذن خذت دينار ترد دينار خذت عشر ترد عشر خذت ذهب ترد ذهب ماكي يوم القيامة؟ تقول له والله هاك يا أخو يا أختي 100 دينار؟ في؟ شنو فيه يوم القيامة؟ الحسنات والسيئات الحسنات والسيئات وإن نكون أحوج ما نكون إلى الحسنات فالحسنات تروح منك ونكون أبغى ما نكون إلى السيئات وتجد السيئات تزداد بسبب مظالم فالإنسان فلي تخلص من مظالم في الدنيا قبل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون درخم ولا دينار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله كثير من فسرين قال له معقبات يعني ابن آدم له ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بأمر الله كم من المرات؟ سبحان الله تقول يعني الله ستر على ولدي ولا علي لو شعره كان رايح فيها كان بطع عينه كان منكسر راسه كان صار الشيء فلاني فيحفظونه بأمر الله الملائكة لكن إذا جاء القدر الملائكة يبتعدون فيقع القدر الله عليك طبعا كل شيء بقدر الله كل شيء بقدر الله له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وقيل له معقبات يعني رب العالمين الملائكة تتعاقب في عبادته ولا يفترون عن عبادته بيت المعمور كل يوم يدخلوا سبعون ألف ملك يطوفون فيخرجون ولا يعودون وتتعاقب هذه الملائكة في إبادة الله سبحانه وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يعني لا يزيل الله النعم التي أنعم بها على عباده في أنفسهم وفيما حولهم حتى يعملوا بمعاصيه ويهجموا على ما حرمه عليهم عند ذلك يسبهم الله نعمه ويحلوا به نقمه وتتبدل أحوالهم نعم الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية والمال والأمان والأولاد طيب والجمعيات والسواق واللبس والدفاية والصيف مكيف ونساجد مدارس ومسوصفات ومستشفيات حدود وأمان أمور كثيرة زيل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأفس لكن إذا عصى الناس ربهم وكفروا بأنعم الله طيب يزيل الله سبحانه وتعالى هذه النعم وشفنا وشفنا أو قرأنا من التاريخ دول تنعم بأمور كثيرة لكن تشوفوا شنون بدل الله عليهم لما كفروا بأنعم الله ظهرت المعازف وظهرت الخمور والربا والرشوة والتقصير في الصلاة والصيام أخوال الكرام هذا أمر مهم جدا أن نقول لك شوفوا الدولة الفلانية شوفوا ليش ما تقول شوف معاصي الناس الناس تأسي الله سبحانه وتعالى ليلة نهار انظروا يا الحجاب ما في اهتمام بالحجاب تجد الدولة مسلمة 100% مسلمة أو 90% مسلمة طيب عدد المسلمات كذا كذا كم عدد الملتزمات بالحجاب الشرعي تجد القلة اللي ملتزمة بالحجاب الشرعي صحيح عدد الرجال كذا كذا كم من الرجال اللي يصلي في المسجد يحرص على صلاة الجماعة في المسجد انظر إلى الربا كيف قد انتشى الربا يقول ولا ما يهتم بعض الناس بالله ما يهتم تقول ترى هذا الربا ما يجوز يقول يقول يبقى البنوك كلها مثل بعض اتناقش تقول شوال البنوك كلها بلوك اسلامية وفي هيئة شرعية ومصنفة في البلد انها بنوك اسلام يبقى كلهم مثل بعض طيب انت منوك الكلمة هذه وكلهم مثل بعض اذا العلماء يفتونك ان هذا بنك يمشي على طريقة اسلامية شرعية وهذا بنك طريقة يصرحون فيه يعني ما يقول لك اعنط اسلام يجدب عليك لا بنك تقليدي يسمونه يعني ربوي ما يهتم احتفالات محرمة يحتفل طيب موالاء للكفار يوالي معادات المؤمنين يعادي طيب فهذه اخواني الكرام كلها معاصي لازم ننتبه ما نبي فقط اللوم يكون فقط على الحكومات الحكومات جاءت من اين نزلت من السماء ام حفرت من الارض ظهرت من الارض الحكومات جاءت من البشر الذي يعيشون في هذه الدولة كما تعصونه الناس هم يعصون واذا كنتم طائعين هم طائعون لا بد ننتبه اخواني الكرام من قضية المعصية اذا ظهرت المعاصي زين هذا نذير شؤم على البلاد فلا بد ان نحارب هذه المعصية بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكران فليغيروا بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك اضع في الايمان وتكون الحكمة ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لا بد نتهم انفسنا بالتقصير لما امرأة قالت هنيئا لعثمان مضعون رضي الله تعالى عنه بعد ان مات هنيئا له الجنة او كما قالت النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي هذا القول قال والله اني لرسول الله ولا اعلم ما يفعل بي غدا ما اعلم ما يفعل بي غدا يعجب شلون التواضع فلا يجب ان الانسان يكون في اتهام لنفسه بالتقصير في بعض الناس لا ما يرضى انا شفيني اموري تمام صلي فجر قايل اذكار هل قبيل الله منك حسنة عندك ضمان ان الله قبيل منك حسنة لو قبيل الله منك حسنة تمام فاخر يعني تنزلا معه لكن انت ما تدر اذا قبيل الله منك ولا لا فاخوان الكرام قضية والله انتشار الامور اللي قام بتصير هذه قد تكون بمعاصينا قد تكون بدنوبنا جيش خسر بسبب ثلاثين وربعين يمكن غزوة احد ولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليا قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم منكم هذا من وين منه هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا مبكر هذا عمر هذا علي وهذا كذا وهذا كذا شلون لا لا مونتو بس في نسبة واحد بالمئة من الجيش تخيل او اثنين بالمئة من الجيش اللي كانوا واقفين على الجبل النبي عليه الصلاة والسلام قالهم لا تنزلون لا تنزلون نخلكم على الجبل الرما جبل الرما في غزوة احد خسرنا ضفرنا لا تنزل تشوفون الغنايم لا تنزل شافوا الغنايم نزلوا وقف رئيسهم رئيس الرما قال لقد اهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نبرح وقفهم يعجوب نهام على المنكر لكنهم عصوا ونزلوا فاش اللي صار وقعت الهزيمة هذا جيش قائده النبي عليه الصلاة والسلام فبالك بأناس قد بتعودوا كثيرا عن السنة وعن طاعة الله سبحانه وتعالى وبعدين نقول شوفوا شلون لازم نحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم طبعا هذه قاعدة عامة العبرة بعموم لفظ لا بخصوص سبب هذه طبعا قاعدة عامة ان الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم اول شيء ابدأ من نفسك ما يسر أنا بس قاعد والتهم يمين ويسار وشوف هذا هذا فعل هذا ترك ابدأ من نفسك يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم لابد انك تبدأ من نفسك ويصلاح النفس طيب واحد يعني يقول شنون ما شو انت اول شيء اصلح نفسك رب العالمين اول شيء بيسلك عن نفسك شوفوا الناس رب العالمين ما رح يسلك اول شيء عن ناس اول شيء بيسلك عن نفسك عن صلاتك عن صيامك عن حجك عن توحيدك فيه اخلاص ولا ما فيه اخلاص فيه شرك ولا ما فيه شرك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوء فلا ما رد له اراد الله ان يحل عليهم المطر الشديد او بركان او زلزال هل فيه حدرت قضاء الله لا حدرت قضاء الله واذا اراد الله بقوم سوءا فلا ما رد له وما له من دونه من وال هل في واحد من اولياهم يقدر يرد عذاب الله وعمر الله مستحيل والله مستحيل مهما كان من تحريص او حرص من اجراءات طبية وتطعيمات لكن اذا اراد الله ان ينزل وباء في هذا البلد والله سينزل اذا اراد الله تدميرهم بوباء بفيروس ببكتيريا بجرثوم بحيوان بجراد سيحصل هذا الان مثل ما حدث في قوم موسى عليه الصلاة والسلام فارسلنا عينهم الطفان والجراد والقمة والدفادع والدم هذه اهايات عظيمة اللي قام يستقوانه على بني اسرائيل نزيل نشوفه شلون ايش سووا فيها رب العالمين ما شمعناته لا غالب الا الله طيب ومهما بلغت قوة الانسان فبرده الى وين الى الارض الموت وضعيف هذا الانسان اسأل الله سبحانه وتعالى يصلح احوالنا وينجينا من عذاب الدنيا وعذاب الاخر اجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على وحمد اشتركوا في القناة